البحر المتوسط بيجي من كلمة اللي هي ميديترينيان ميد يعني منتصف ترينا العالم يعني فاحنا بنتكلم على ان احنا منتصف العالم وانا بقول ان البحر الابيض المتوسط هو هو يعني مساحة مائية فيها الجنوب من اوروبا وفيها الشمال من شمال افريقيا والدول المحيطة زي لبنان وسوريا فاحنا في محيط واحد انا بسميه البيسن يعني زي حمام حمام مية كلنا حواليه لازم يبا فيه نشاط ثقافي ولازم يبا فيه نشاط وتعاون ثقافي هو فيه تعاون ثقافي موجود بين الدول المحيطة بالبحر الابيض المتوسط اذا كان في فرنسا ولا اسبانيا ولا اذا كان فيه دول اخرى من شمال افريقيا وإذا كان فيه اليونان وإيطاليا كل ده فيه تعاون ولكن السينما بالذات الفن السينماي بالذات مفيش التعاون المطلوب أو المرجو إنه يبقى موجود وأنا بعتقد إن إحنا مهم جدا إن إحنا يبقى فيه تعاون ثقافي سينماي موجود في محيط البحر لأبد المتوسط إذا اخترت كلمة واحدة عشان أشرح فيها رأيي في منطقة البحر لأبد المتوسط أنا أختار كلمة الهدوء أنا بشوف إن سكان المنطقة اللي عايشين على البحر فيهم حالة من الهدوء ومن الراحة النفسية في حب للحياة ناس بتستمتع بحياتها في كل شيء بتعمله فيه هدوء في الشخصية نفسها وفي تصرفات الشخصيات نفسها اللي عايشة على منطقة البحر الأبيض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر